أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عجني يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولقلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمه اللهم صل وسلم على الظاية المحمدية واغفر لنا ما يكون وما قدك أترك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل قدرك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل قدرك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل قدرك الأمر وسلم للذي ما شاء ورحيم يسأل قدرك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل قدرك الأمر وسلم للذي ما شاء ورحيم يسأل قدرك الأمر وسلم للذي ما شاء يفعل 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 قدرك الأمر وسلم للذي ما شاء المترجم للقناة 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 يوم قالوا يا غريب الغربا يوم قالوا يا غريب الغربا روحين الضلعين ثم ثم الله الله من وجهه حديث 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 حسب الفضائل أن تقول محمدا حتى ترى نورا يفوق الفرقدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصابه وسلم بحر المكارم لم يزده ثناؤنا يحل القصيد بانتهاء وابتداء صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصابه وسلم يا خير رسل الله أنت مقدم يا خير رسل الله أنت مقدم في الرتبة العلياء حزت السؤدد صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصابه وسلم صلى عليك الله ما شح السناء أو زار طيف للمحب فأسعدا يا خير رسل الله أنت مقدم MUSIC Society والخير رسل الله ما على س幻 دعينك باي أمتني وم distinguish وكيف لهم يا حمد في طلعة كيف نعمل يا حماد في طلات المشهد والكل لك يشهد أنك رسول الله والكل لك يشهد أنك رسول الله قف بالديار وحي الأرض عند درسا ونادها فعسا أن تجيب عسا وإن أجنك ليل من توحشها فاشعل من الشوق في ظلمائها قبسا وإن أجنك ليل من توحشها فاشعل الشوق في ظلمائها قبسا يا هل در النفر الغادون عن كيف يبيتج حتى ياجي يرقب الغبسا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصابه وسلم يا هل در النفر الغادون عن كيف يبيتج حتى ليالي يرقب الغبسا فإن بكى في قفار خلتها لججا وإن تنفس عادت كلها يبسا تلك الليالي التي أعددت من عملي مع الأحبة كانت كلها عرسا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصابه وسلم تلك الليالي التي أعددت من عملي مع الأحبة كانت كلها عرسا لم يحل للعين شيء بعد بعدهم والقلب مذآنست تلكا وما أنسا يا جنة فارقتها النفس مكرهة لولا التأسي بدار الخلد ميت أساء الصلاة والسلام عليك من أضلك الله 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 يا الذي سلام عليك يا رسم سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قال على البدر علينا من ثنية الوداعي وجب الشكر علينا مدى لله داعي أيها لم أبعد فيما جئت بالأمل المضاعي جئت شرفتنا وليا مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك حبيب الله سلام عليك صلوات الله عليك الله 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 أعجى ما للوجهي يا الله ولا تغطي يا حبيبي الله 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 اشتركوا في القناة 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 بسم الله اشتركوا في القناة 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 المستثنى من هؤلاء هم غير خاسرين وهم خير البرية الأصل الإنسان في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فالذي يعمل الصالحات لا بد أن يلاقي شدة أن يلاقي اعترام ولذلك عليه أن يصبر والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إنسان وحده ضعيف مع أحبابه مع كامل الإيمان مع المحبين يقوى ويكون قوياً تجاه نفسه أموار بالسوى تجاه شيطانه إذا هذا نبراس المؤمن إن لم يكن بإيمان كامل وعمل الصالحات فهو ليس من خير البرية وهو خسران والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق تعاون والتواصل بالحق من حيث الأوامر الشرعية أن نعين بعضنا على الالتزام الشرعي الله لا تظهر النفس الآن مع الأسف عندما قد يكون إنسان ليس بعيد عنك من أحبابك من أصدقائك أصدقائك عندما تذكره لم ولو تلميحاً بأنها تصرف خطأ وعليه أن يعمل بخلافه وفق شرح الله عز وجل يا رضا الله عز وجل تجده تأخذه العزة بالإثم وينفر منك هذا كله بسبب الأمارة النفس الأمارة بالسوء أعدى عدويك نفسك التي بين جمبيك ما هما العدوان النفس والشيطان الشيطان أمره سهل عندما تستعيد بالله من الشيطان يخلص كما أخبر عليه الصلاة والسلام ما منكم إلا وفيه شيطان أو عنده شيطان يجلس على منكب أحدكم الأيسر ماداً خرطومه إلى قلبه فإذا ذكر الله خنس ما مات وإن غفل التقم قلبه هذه حقائق أن النفس الأمار لا يقول إلا الحق لا يخذ من ثمه الطاهر إلا الحق والرحمة والخير لنا في الدنيا وفي الآفرة وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر لا بد أن نلاقي بعض الشدة في نشر الخير في عمل الصالحات إذا لا بد من الصبر وهذه مقامات كثيرة كبيرة كبيرة إذا حملنا أنفسنا على اتباعها على العمل بها ليس قليل كان رحمة الله عليه شيخنا يأتي طالب علم بحكمة أو يأتي بشيء ماذا يقوله يقوله ما هو حقك من أو وقال وتحقق بها فأنت أيش سمت فقد يقول يتكلم الإنسان بالصدق ويأتي بالآيات لحاديث وقال صادقين ويظن أنه صادق وهو ليس من هذا الباب شيء إذن يجب أن يكون عندنا نصيب من هذا هذه الأوامر الإلهية وهدي النبو صلى الله عليه وسلم لا أطيل عليه قولت شوي لديها باردة لأنه شيء باردة أسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا ويشرح صدورنا ويعرفنا على عيوب نفوسنا وأن ينصرنا على نفوسنا الأمارة نفوسنا الأمارة بالسوء وعلى شيطاننا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعي أدعونا سيدنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعي اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك حول بلغف بيننا وبين معاصيك اجعلنا اللهم من المتحابين فيك اجعلنا من المتزاورين فيك اجعلنا من المتباذلين فيك اللهم اقطع كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا بالغيال عنك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع مرحومة وتفارقنا من بعده تفارقا معصومة ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محرما اللهم ان نسألك من الخير كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم نعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ان نسألك من خير ما اسألك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين سنما لأوليائك حربا على أعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من يخالفك اجعل خير أعمالنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يومنا القاد لا إله إلا اللهم أشد برد هذه الأيام اللهم أجرنا من زمهرير جهنم اللهم أجرنا من زمهرير جهنم واغفر اللهم بفضلك وكرمك لنا والوالدين ولمشايخنا ولمن غاب عمنا منا وللجماعة الحاضرين والوالدين والمسلمين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين على نية الشفاء ورفع البلاء وتيسير الأمور وتفريج الكروب وإجابة الدعاء والنصر على الأعداء وإلى من نحن في حضرتهم وفي أعتابهم وفي حماهم الفاتحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله